أعوذ بالله من الشيطان الرظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنظر قوما ما أنظر آباؤهم فهم رافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقال فهم نطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنظرتهم أم لم تنظرهم لا يؤمنون إنما تنظر من اتبع الذكر وخشي الرحمن من غيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحن موتى ونكب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أوصلنا إليه مثلين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم بما عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين إتبعوا من لا يسألكم أجرا الله اهتفون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بذر الله بذر الله تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لا في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاصمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعض من جنب من السماء من السماء وما كنا موزنين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم صامدون يا حسوة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العور ليأكلوا من صمره وما عملته أيديهما فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النار فإذا هم مغنبون والشمس تجريد مستقر لها ذلك تقدير عزيز عهيز والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرج للقديم للشمس ينبغي لها أن تدعك القمر ولا الليل سابق من لهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا عملنا زريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن غلقهم فلا صريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة من الله ومطاعا إلى حين وإذا طيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤرضين وإذا طيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نقص شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل وفاكيون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رجل رحيم وامتاز يوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعقبوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ونقد أضل منكم دبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه دهنم التي كنتم توعدكم إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نقم على أفواههم وتملمنا أيديهم وتشهد أرجلهم لما كانوا يقسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاسلبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمصخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعب وما ينبوي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان عيا ويحق القول على الكافرين أولو يروا أنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وفهي إلى الأذقان فهم مطمحون أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب وفلا يشكرون واتخذوا من أطول الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مفلا ونسي خلقهم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه تنقذون أوليس الذي قلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو نخلاق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن وفيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم مبتكئين على عصرف الخضر ومعبقر من حسان فبأي آلاء ربك ما تكذبان تباوك السفر والعزيز الجلال والإكلا الذي خلق سبع صدقا من اعتبار ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كراتين ينقلب إليك البصر خاصئا وهو حسير ونقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب الصعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم لما وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الأوينيز كلما ألقي فيها فوضو سألهم خزنتها ألم يأتكوا النذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نصنع ناقل ما كنا في أصحاب الصعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا ليصحاب الصعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وصر قولكم أبجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللقيف الخبير هو الذي دعا لكم الأرض غلونا فمشوا في ملاك بيها وكموا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهم إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسق رزقه بل لجوا في عطب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه يهداء أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي درأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الغعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوهم فتنصي يتجون الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجيد الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا وفمن يأتيكم بماء الباعثين صدق الله العظيم